إذن مشاهدين نتابع الآن هذه المشاهد من جنوب لبنان حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني في الضربة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بيروت الضحية الجنوبية في بيروت مساء أمس طبعا مشاهدين كانت الأنباء قد تضربت تعاقب هذه الضربة التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مقر حزب الله في الضحية الجنوبية في بيروت وجهها كانت هناك أنباء متضاربة حول ما حدث لزعيم حزب الله حسن نصر الله ولكن تأتي التأكيدات الآن من جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه أكد مقتل حسن نصر الله زعيم الحزب حزب الله اللبناني في الضربة التي شنها على بيروت بالأمس جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم جيش الاحتلال بعد يوم من الغارة الإسرائيلية على الضحية الجنوبية لبيروت أيضا ذكرت بعض التقارير كانت قد ذكرت أن قادة آخرين من حزب الله قد تم استيدافهم وقتلهم بالأمس مثل قائد وحدة الصواريخ وغيره من القادة الذين قتلوا وكانوا موجودين في مقر حزب الله في الضحية الجنوبية من بيروت ولكن طبعا الخبر الأبرز هو ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن في بيان له أن حسن نصر الله قائد حزب الله اللبناني قد قتل في هذه الغارة والتي كانت مدبرة بمعلومات لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تواجده في هذا المقر في لحظة تنفيذ العملية الإسرائيلية أو الغارة الإسرائيلية على مقر حزب الله في لبنان هناك طبعا التساؤلات حول كيف علمت إسرائيل بتواجد حسن نصر الله في هذا المقر وفي هذا التوقيت بالذات وهناك حديث عن ربما وجود بعض التسريبات التي كانت تحدث من داخل الحزب الله لعناصر في إسرائيل حول وجود أو تواجد القيادات لأنها حدثت عدد من العمليات في الفترة الأخيرة كان هناك عمليات تمت خاصة بالتفجيرات التي حدثت في أجهزة البيجر ثم التفجيرات التي حدثت لأجهزة السلكي والآن هذه العملية التي استهدفت مقر حزب الله اللبناني في الضحية الجنوبية لبيروت والتي أصفرت عن مقتل قائد حزب الله سيد حسن نصر الله وكذلك أيضا قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل أيضا قائد الجمهة الجنوبية لحزب الله علي كاركي كما أعلن أيضا الجيش الإسرائيلي كما ذكرت لكم الآن أنه قتل قائد الجمهة الجنوبية لحزب الله علي كاركي في هذه الغارة والتي أكد أيضا أنه قتل خلالها القائد لحزب الله سيد حسن نصر الله والذي كان متواجد في مقر حزب الله في الضحية الجنوبية لبيروت موسيقى 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 إذن ينضم إلينا عبر الهاتف أحمد عز الدين الكاتب والباحث السياسي يعني أستاذ أحمد بعد استهداف حسن نصر الله وأعلان جيش الإحتلال الإسرائيلي مقتله كيف يبدو مستقبل حزب الله من وجهة نظرك وكيف سيكون الموقف بنسبة حزب الله هل انتهى حزب الله بسقوط السيد حسن نصر الله يعني أولا يعني أعلن الجيش الإسرائيلي ذلك ولكن حتى الآن ليس هناك أي موقف أو أي بيان أو أي إشارة من لبنان من حزب الله من قبل مقيد حزب الله من المتحالفين مع حزب الله يعني أشارة إلى مثل هذا العمر وبالتالي لكن يعني يثير التساؤلات أو يثير الشكوك أنه منذ الغارة لمساء أمس لم يظهر أي موقف ولم يعني تظهر أي معلومة وبالتالي هذا الأمر يثير الشكوك لكن في مجمل أحوال يعني أعتقد أن حزب الله لا يرتبط بشخص معين وبالتالي يعني ربما هناك إيران من داعم لهذا الحزب تستطيع أن تتكي القيادة جديدة وبسرعة لكن المسألة هي أن لا شك هذا الأمر يؤثر على الثوة المعنوية للحزب وعلى الحزب وعلى مصاره وبالتالي يعني السؤال هو ماذا بعد يعني هل سيكون هذا الأمر يؤدي إلى مسعى التسوية يسرع التسوية أم يبعدها أعتقد أن هذه النقطة الجوارية الآن في في هذا الأمر هل سيؤدي تسوى هذه الغارة وهذا العمل العسكري الغير الطبيعي والاستثنائي إلى تسريع التسوية أم أن يعني يعني ممكن قد تكون إيران حزب الله وإيران ومقور المقاومة سيتخذ مواكف أكثر تصعيدية وسينحى منحى أكبر يعني أعتقد أن الساعات أو الأيام المقبلة ستجيب على هذه الأسئلة من الصعب اليوم الإجابة عليها قبل أن يعلن رسميا مثل هذا الأمر يعني عندما يعلن رسميا نجاح هذا الهجوم ووقتيال القادة مما نتفعله سيكون يتضمن أيضا ردا أو قراءة معينة يمكن أن يستشف منها ما هي عنوين المرحلة المقبلة طيب أستاذ أحمد يعني العمليات المتوترة التي قامت بها إسرائيل ضد حزب الله كانت كلها عمليات ناجحة واستهدفت القيادات داخل حزب الله هذا الاستهداف الذي تم تصفية عدد كبير من القيادات العسكرية داخل الحزب هل سيؤثر على قوة الحزب إذا كان هناك عملية برية من جانب إسرائيل على شمال لبنان لا شك بالطبع أن اغتيال أقريبا الصف القوء الأول من القادة الميدانيين والعسكريين والصف الثاني ومعظم مشؤولي الوحدات القتالية الصواريخ والمدفعية والمسيرات وكلهم تم اغتيالهم لا شك يؤثر لأن كل خبرات وقدرات في إدارة المعارف والمواجهات وبالتالي فقدانها ليس من سيحل محلهم لن يكون بمستوى المستوى ولن يكون لديه القدرة التكتكية على المواجهة والكر والفر ونصب الكمائن وكل ذلك أكيد طبعا سيتأثر في هذا الأمر وكان أمش اللافت أنه بعد ساعات من العملية التي استهدفت فيها مركز كيارات حزب الله شنت إسرائيل حملة موجات من الغارات المدمرة هناك دمار رهيب في الضاحية الجنوبية قالت أنها استهداف مخازن هناك عشرات وربما أكثر من مئة مبنى قد توية بالأرض وهناك دمار كبير وأضرار كبيرة وقد نالني من هذا الأمر بعض الشيء أنا في الأسف تبتركت منزلي قبل أيام فبالتالي هناك دمار غير عادي في الضاحية الجنوبية أعتقد أن هذه الأسلوب التدميري التي اعتمدته إسرائيل وأيضا في الجنوب كان هناك تصعيد ربما تريد من خلاله فرض تسوية بالقوة أو كما كانت تشير إسرائيل دائما تكرر أن لم تتمكن من إعادة سكان الشمال بالديبلوماسية ستعيدهم بالقوة هل ستخلق منطقة عازلة مدمرة ضغط أيضا على الداخل من خلال تدمير الضاحية الجنوبية من خلال استهداف القيادات يعني كلها أعتقد أنها في مصار المعركة التي هي كما يكون في عز حماواتها نعم سيد أحمد إسرائيل تبدو مصرة على عملياتها في جنوب لبنان وأعلن نتنياهو في الأمم المتحدة عندما عرض خريطة كانت هناك تغيرات في الحدود وفي الأرض يبدو أن إسرائيل تريد أن تدفع إلى أو تكون لها تواجد حتى نهر الليطاني هل ستفعل ذلك إسرائيل من وجهة نظرك بعد أن استطعت القضاء على القادة داخل حزب الله القادة العسكريين بذات الذين لهم كفاءة ولهم خبرة في التعامل مع الجيش الإسرائيلي يعني في جو التدمير والعملية القتل الممنهج والحراق المناطق ربما تستطيع الدخول ولكن لن تستطيع الصمود كما لو حزب الله جاب عن الساحة فأيضا هناك قوى سياسية أخرى ستملأ الفراغ وأعتقد أنه قبل أن يتأسس حزب الله وقبل أن تحصر المقاومة بقرار ربما سوري إيراني في عام 1990 بحزب الله وشل القوى الباقية المقاومة كانت موجودة قبل حزب الله وتستمر فيما لو متاع حزب الله ولكن لا أعتقد أن حزب الله سينتهي بهذه البساطة لأن منظومة محور المقاومة التي لها ربما أهداف أكثر من مواجهة في جنوب لبنان لديها هدف المنطقة بشكل عام في بلدان المنطقة ولكن لا شك أن هذه الضربة العسكرية وهذا ما يحصل في لبنان سيكون له حسبان لأن لبنان هو الساحة الأساسية التي هي الرافعة لما يسمى محور المقاومة وبالتالي هي التي تقوده وبالتالي إذا كانت هذه القيادة عرجاف وبالتالي الأمور ستتأثر كثيرا ولكن من الواضح أننا دخلنا في مرحلة جديدة بعد هذه الهجمة الإسرائيلية العنيفة منذ التي بدأت يوم الأثنين الماضي نحن فيه تمام تطور جديد هذا التطور طبعا يصعب قراءته لأنه لا شك إلى جانب العمل الميداني العسكري على الأرض هناك اتصالات وتسويات ورسم خرائط ربما ورسم سياسات في الغرفة الخلفية للساحة وبالتالي هي التي ستحدد كيف سيكون مصار الأمور في الأسبوع والأشهر المقبلة وربما خلال مستقبل المنطق أستاذ أحمد هذا التحديد الدقيق لأماكن القادة العسكريين في حزب الله هل هو نتيجة معلومات تأتي من داخل حزب الله نفسه ووجود ربما تسريبات من داخل الحزب هناك خيانات ربما بين بعض الموجودين ويعملون داخل الحزب أما أن كما يقول بعض المحللين الذين كتبوا بعض أفكار أن ربما إيران تخلت عن الحزب نتيجة الوصول إلى صفقة مع إسرائيل أنا أعتقد أن ربما هناك وجهين للسؤال دعني أتحدث عن الوجه الأول هو موضوع التجسس والبراء لا شك أن إسرائيل بعدما تلقت ضربة في العام 2006 وكان عجزها كبيرا بدأت منذ يومها تتحرك على محورين طائراتها لم تفارك الأجواء وأيضا نشطت على موضوع التجسس وقد الأجهزة الأمنية اللبنانية فككت عشرات المرات بخلايا استخباراتية إسرائيلية وكما هو معروف يعني لا حرب بدون استخبارات منذ قيام البشرية كانوا يسمونهم عيون والعسط وهي اليوم موجودة لا يمكن لأي دولة أن تتحرك عسكريا لن تكون لديها أجهزة استخبارات ولديها مخبرين وفي نفس الوقت تستفيد إسرائيل من التطور التكنولوجي الذي لديها وبالتالي هذا هو العمر لكن أعتقد أن بالنسبة لموضوع أن تكون إيران قامت صفقة وتفلت عن عزب الله لا أعتقد أنها ربما إذا كان هناك صفقة فهي ربما تطلب من حزب الله التوقف والتراشع وحزب الله أعتقد أنه لا يخالف إيران في أي أمر ولكنها لن تلقي لأن إذا تخلت عن حزب الله نذا لو هذه التسوية التي أقامتها مع إسرائيل سقطت بعد سنة أو سنتين ماذا سيحصل لا أعتقد أنها ستلقي سلاحها لا أحد لديه معرقة يلقي سلاحه بالتالي ربما تطلب من حزب الله كما كان هناك كلام تململ في الساحة اللبنانية منذ حرب الإسناد في لبنانيا وقال أن إيران طلبت من حزب الله تخل في الإسناد ولكن طلبت منه أن لا يصعد وأن يكتفي بهذه العمليات المحدودة على الحدود وبالتالي كان الحزب الله يتعرض لضربات ولا يرد بالشكل التافي وكان هذا مبعث في سلطوف وبيئة حزب الله لأن طلب منه الدخول في المعركة ويمنع عليه القتال بشكل جيد وبالتالي أعتقد أن هذه الأمور تكون بهذا الشكل طيب أستاذ أحمد ابقى معي قال مصدر مقرب من حزب الله أن الاتصال فقد بحسن نصر الله منذ مساء الجمعة لكنه لم يؤكد بعد مقتله وبالتالي الأنباء تأتي من إسرائيل ومن الجيش الإسرائيلي تقول أنه قتل حسن نصر الله في الغارة مساء أمس والآن يقول حزب الله أنه فقد الاتصال مع قائده حسن نصر الله منذ مساء الجمعة لكنه لم يؤكد مقتله بعد طبعا هي دائما ربما كان هناك إشارات ربما كان هناك إشارات منذ الأمس سواء من تجديد من إيران كان هناك صمت مطبق من حزب الله كان هناك إشارات من إيران بالتدرج تشير إلى أن شيئا ما قد حصل وطبعا عندما تتحدث بعد أكثر من 18 ساعة أو 18 ساعة أن الاتصال مفقود فهذا يعني ربما يكون ممهد لبيان آخر لموقفنا الإعلان آخر سيأتي فيما بعد ولكن بالتالي أصبح الكثيرون في جو أن شيئا ما قد حصل في هذا المجال طب إذا قتل حسن نصر الله سيد أحمد هل يعني حزب الله لديه من يخلفه في قيادة الحزب أم أن يعني خاصة وأن أغلب القادة الذين يعرفون أو معرفين في الحزب قتلوا أغلبهم على يد الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي لا يوجد اسم بارز يمكن أن يتولى قيادة الحزب في هذا التوقيت أنا أعتقد أن حزب الله هو حزب منظم سياسيا جدا ومنظم أمنيا ولديه منظومة أمنية كبيرة وداخل أطراف الحزب وأجنيحته وخلاياه وبالتالي لن تؤثر على الحزب لكن خيادة نصر الله الذي منذ عام 92 يعني منذ 32 سنة يقود الحزب وكان له صولات وجولات وأخذ صورة كبيرة عام 2000 عند التحرير وأصبح له رمزية في العالم العربي وإن كانت تراجعت نتيجة ظروف معينة في العام 2005 بعد اغتيال الحريري ولكن ثم عادت هذه الرمزية بعد عدوان 2006 وكبرت حزب الله نصر الله له هالة كبيرة نتيجة هذا المراحل الزمنية الطويلة وبالتالي من يخلفه لن يكون له هذه الصورة إنما ربما الحزب يكون منضبط ومتماسك ومن يخلفه هل سيستطيع أن يحدث هذه الحالة يعني في كثير من بيئة حزب الله طبع الحزب في خانة ونصر الله في خانة أخرى يعني كبيرة كما تقول أستاذ أحمد عز الدين يعني حسن نصر الله كون تاريخ وله فترة طويلة في قيادة الحزب وبالتالي هو له شخصية أو له كارزمة معينة داخل الحزب أشكرا شكرا جزيلا أستاذ أحمد عز الدين الكاتب والباحث السياسي وأنضم إلي من بيروت الأستاذ إبراهيم ريحان الكاتب والباحث السياسي ورحمة بك أستاذ إبراهيم أهلا بكم أهلا بك ونود أن نعرف منك ما الذي ربما سيواجهه حزب الله إذا كان قد تأكد خبر مقتل حسن نصر الله زعيم حزب الله كما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قد قتل بالفعل نعم حتى الساعة لم يعلن حزب الله أي لم يؤكد أو لم ينفي ما يتم تداوله من قبل الجانب الإسرائيلي حول مصير أمينه العام الخبر أو الأنباء الوحيدة التي تأتي هي مطبورها العلام الإسرائيلي أو الجهات الرسمية الإسرائيلية بناء على ما يذكره الإسرائيليون في حال صحة أنباء الإغتيال فأن الحزب اليوم أمام مرحلة معقدة جدا وصلية في تاريخه خصوصا بعد مقتل عدد كبير من قيادية العذكريين الأساسيين في مقدمهم القائد العذكري العام فؤاد شكر وخالفته إبراهيم عقيل وقاءة قوة الرضوان وغيرهم من المسؤولين حتى أن الجيش الإسرائيلي يدعي أنه اغتال أيضا في الغارة يوم أمس علي كاركي متؤول جبهة الجنوب ما يعني اليوم أن الحزب أمام مشكلة حقيقية على مستوى القيادة وعلى مستوى الهيكلية وهذا يطرح علامات سؤال حول الطريقة التي سيدير بها الحزب المرحلة المقبلة ومن سيكون مسؤولا في حزب الله عن إدارة هذه المرحلة خصوصا أن الضربة كما كنا نقول يعني هناك الجيش السعيد يقول أن هناك كان أكثر من شخص مع حسن وصل الله في هذه الغارة وعلينا أن نتأكد إن كان الموجودون هم من مجلس الشورى ومكتب السياسي ومقيادات العسكرية يعني هناك حالة من الإرباك الواضحة في لبنان تجاه المشهد القاتل الذي يحدث اليوم وليس هناك من مؤشرات تؤكد أو تنفي أقلهم من الجهة اللبنانية مصير أمين عام حزب الله نعم أستاذ إبراهيم يعني مقتل القيادات الرئيسية في الحزب حزب علي كارك وفؤاد شكر وإبراهيم عقيل كيف ربما يؤثر إذا قامت إسرائيل بعملية اكتياح بري الآن وخاصة أنها أيضا زعيم الحزب حسن نصر الله أيضا قد يكون قتل كما أعلن جيش الاحترال الإسرائيلي وكذلك حزب الله يؤكد أنه فقد الاتصال به وبالتالي من الذي سيقود المعركة إذا كانت هناك معركة ويبدو أن نتنياهو مصر على الاستمرار في معركته في لبنان نعم من حيث المجموعات العسكرية فتقول بعض المراكز أن حزب الله يعتمد في هكذا حالة على المجموعات المنفاردة المرتبطة بقيادات محلية ومناطقية في جنوب لبنان بدون العودة إلى القيادة المركزية لكن هذا في وقت عينه يسبب أزمة في حال مثلا تم التواصل إلى اتفاق في ياسي من سيتواصل مع المسؤولين في تلك الجنهات لوقف اطلاق النار مثلا هنا تحدث يعني هناك اليوم لا يقين في المشهد اللبناني في هذه الحالة هناك بعض الأراء التي تدعو رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب طورا لمحاولة الدرء ومنع الاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي لم يوفر منطقة تقريبا من الجنوب إلى أكثر الشمال يعني هناك حالة باتت من الضياع والإرباك عند اللبنانيين كان على صعيد الرسمي أو حتى عند حزب الله الذي لم يعلم حتى اللحظة كما كنا نقول عن مصير أمينه العام في ظل هذا التصعيد كيف ترى الدور الدولي خاصة دور الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا التي بالتأكيد لها دور كبير في لبنان هل يستطيعون تهدئة الوضع وهل هناك فرصة لنجاح الجهود الدبلوماسية بعد كل هذه الهجمات من جانب إسرائيل على لبنان وعلى حزب الله نعم أعتقد أن النافذة الدبلوماسية أصبحت أكثر ضيقا من ناحية المتضاقية لأن نتنيعه حين أعطى الأمر بغارة الضحية التي قال أنها تهدفت أنه نعم حزب الله حين كان في نيويورك ودعا أنه ذاهب للتصاوض حول الجبهة مع لبنان عبر الوساطة الفرنسية والأمريكية هناك من يعتقد أن نتنيعه أصابف من لمس بالضاحية فقط بالأصابة المتضاقية الوساطة الأمريكيين والفرنسيين في هذا الإطار وهناك محاولة غدا سيكون بها وزير الخارجية الفرنسي الذي سيصل إلى العاصمة بيروت صباح غد الأحد في محاولة لعادة تنشيط المحركات الدبلوماسية منع من أنزلك الأمور نحو حرب شاملة تكون أقصى من تلك التي نشاهدها اليوم هل ستصر إسرائيل من وجهة نظرك أستاذ إبراهيم على الدفع أو الدخول ودفع اللبنانيين إلى نهر الليطاني ووصول إلى نهر الليطاني وبالتالي توسعة إسرائيل كما عرض نتنياهو الخريطة في الأمم المتحدة لا أعتقد أنهم ينون احتلال جنوب لبنان لكنهم حسب ما يكونون وحسب ما يبلغون الألطاة أنهم يريدون منطقة جنوب الليطاني منطقة منزوعة التلاح هو من سلاح الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية اليونيفل وأعتقد أن ما فعلوا خلال الأيام المقبلة يعني يعتقدون أنه يصب في هذا الإطار لإيقاع أكثر درجات الإرباك في صفوة حزب الله عسكرية عادة عن الضربات التي يقول الجانب الإسرائيلي أنه وجه للبنية العسكرية والبنى التحتية في جنوب لبنان والمناطق الحدودية ويعتقد الجانب الإسرائيلي أنه اليوم حقق الكثير من هذه الأهداف ولم يبقى له سوى أن يعلن عودة مستوطنين إلى الشمال أكان برعملية برية أو حل ديبلوماسي على أمل أن يكون الحل حلاً ديبلوماسياً لأن الداخل المدناني لم يعد يحدى من استمرار هذه الحرب مع متضفق مزيد من النازحين والناجئين من مناطق الجنوب والبقاع وبإضيف إليهم عشرات الألاف من ضحية بيروت الجنوبية حيث صارت مراكز الإيواء لا تتساع هناك من يفترش الأرض اليوم في بيروت يفترشون الساحات عرباً من الغارات في الضحية الجنوبية فأعتقد أن لبنان الرسمي قد يتجه خلال الساعات المقبلة إلى خطوات ملموسة في هذا الإطار وربما يكون إحداها دعوة الجيش اللبناني إلى دخول الجنوب وهذا ما قد يعطي إشارة إلى إمكانية وقف الأدوان الإسرائيلي طيب ابقى معي أستاذ إبراهيم أنا أريد فقط أن أذكر المشاهدين بآخر التطورات حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً مقتل حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني في الغارة الجوية الدقيقة التي استهدف بها اجتماعاً لقادة حزب الله في مقره بالضحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله علي كاركي بالإضافة إلى عدد آخر من قادة حزب الله وقال مصدر مقرب من حزب الله أن الاتصال فقد بحسن نصر الله منذ مساء الجمعة لكنه لم يؤكد مقتله وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت استشهاد ستة أشخاص وإصابة واحد وتسعين آخرين في هذه الغارة والتي ساوت ستة مباني سكنية بالأرض وكان نصر الله قد تزعم حزب الله لأكثر من ثلاثة عقود إذن قيام سيد إبراهيم قيام الإسرائيل بشن هذه الغارة وفي نفس الوقت البنتاجون يعلن أنه لم يتم إخباره بهذه الغارة قبل القيام بها هل تعتقد أن إسرائيل تتصرف دون التنصيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه الغارات التي تستهدف قادة كبار في حزب الله أستاذ إبراهيم التريق والوقاعة السياسية فإن الضربة استراتيجية وهي نقطة تحول كهذه لا يمكن أن تقدر عليها إسرائيل من دون تنسيق ولو بالحد الأدنى مع الولايات المتحدة وإن كانت الولايات المتحدة تنفي لكن المنطق والتاريخ يؤكد أنه لابد من تنسيق مع الولايات المتحدة الجانب الإسرائيلي يقول أنه تواصل مع واشنطن أما واشنطن فلا تزال تنفي رغم التأكيد الإسرائيلي على أنهم نسقوا هذه الضربة أو أطلعوا الولايات المتحدة عليها قبل تنفيذها نعم الغياب المفاجئ لحسن نصر الله من حزب الله هل سيؤثر على قدرة الحزب في الفترة القادمة حتى إذا لم يكن هناك غزو بره قدرة الحزب على تنظيم نفسه مرة أخرى على كشف الاختراقات التي حدثت فهناك عدد من العمليات العسكرية والاستخباراتية التي تمت ضد حزب الله في الفترة الأخيرة كان هناك ضربات البيجر التي حدثت وكان هناك عمليات سلكي ثم أخيرا هذه الضربة والتي استهدفت أيضا زعيم الحزب حسن نصر الله وكان قبلها هناك أيضا مقتل فؤاد شكر إذن كلها كانت عمليات دقيقة وموجهة بشكل مباشر لقادة حزب الله هل سيستطيع الحزب بناء على وجه التنظر إذا لم يكن هناك غزو بره هل سيستطيع إعادة بناء نفسه وتنظيم صفوفه مرة أخرى نعم أولا من حيث الشخصية حصد نصر الله يعتبر من حيث الشخصية القيابية لدى حزب الله شخصية استثنائية فهو لا يشبه الذين سبقوه مثل عباس المساوي أو خطيلي بل يعد شخصية استثنائية في قيادة الحزب حتى له لفوض في منطقة في المحور ككل وله كلمة مسموعة في إيران يعني ليس من السهل العصور على الشخصية تملأ الفراغ الذي قد يتركه الذي قد يتركه غياب نصر الله في حال تأكد اغتياله وهذا الأمر طبيعة الحال سينعكس على إعادة ترتيب صفوف حزب الله لأن هناك هم بتبين أن هناك خلقات أمنية وعسكرية واسعة على مستوى حزب الله وليس على مستوى خفيف بل على مستوى عالي وعلى مستوى القيادة طيب السيناريو الأكثر احتمالا في المرحلة القديمة هل تعتقد أن هذا التصعيد سيؤدي إلى حرب شاملة أم أنه سيؤدي إلى أن تسعى الأطراف جميعها إلى تهديئة الأمور في اللحظات الأخيرة نعم نحن اليوم أمام هذين الخيارين يعني هناك أول عمل أن نتركب الموقف الإيراني هل تتبقى إيران تحت عنوان ثقف عدم الذهاب نحو حرب شاملة وتبطلع الموقف هذا كله وتذهب نحو حل سياسي أم أنها تتخذ القرار بدخول الحرب وهذا حتى الساعة مستبعد لأن إيران لا تريد دخول في المواجهة وباشرة مع الولايات المتحدة وهذه المواجهة قد تؤدي إلى زعزعة تكرار النظام في إيران والإيرانيون يبركون ذلك جيدا ولهذا علينا أن نتركب ما سيقول إليه مجلس الأمن القوم الإيراني وما سيصدر عن المرشدة الإيرانية في الدرجة الأولى ليقرر كيف لنستشرف كيف ستكون المرحلة المقبلة بالنسبة لنتنياهو سيد إبراهيم هل نتنياهو الذي رفض كل أشكال الهدنة بالنسبة للعملات التي كانت يقوم بها في غزة ويبدو أنه مصمم على ذلك لأهداف شخصية وأهداف أيضا طبعا لإسرائيل هل تعتقد أنه سيقبل بالهدنة أو بأي نوع من أنواع الوقف في إطلاق النار أم أنه سيستمر في ذلك لتحقيق الأهداف الإسرائيلية والأهداف الشخصية له هو شخصية نعم أولا علينا أن ننظر إلى المشهد من غزة ولبنان هناك عدة لقات اختلاف أولا من حيث الأهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية للحرب على غزة مختلفة جدريا وكليا عن الحرب التي تخلوها على لبنان الحرب على لبنان عنوانه على السكان المستواطنين إلى الشمال من دون ثقف عالي من الأهداف كما هو الحال في قطاع غزة ما يؤشر الأمكانية أن إسرائيل قد توقف حربها على لبنان في حال تأكدت من فاصل جبهتين كما أن نتنياهو اليوم هو بحاجة بعد أن عجز عن تحقيق أهدافه في قطاع غزة بحاجة إلى طورة انتصار بين القوسين وربما يكون هذه الطورة يأخذها من لبنان ليجيرها لاحقا في قطاع غزة نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم ريحان الكاتب والباحث السياسي وينضم إلينا من بيروت العميد الركن المتقاعد مارون توفيق خريش الخبير العسكري والاستراتيجي سيد مارون أرحب بك وكيف ترى عملية إسرائيل التي قامت بها بالأمس في الضحية الجنوبية لبيروت والتي أدت إلى مقتل حسن نصر الله وفق ما يقوله جيش الاحتلال الإسرائيلي سيد مارون ألتسمعني إذن فقدنا الاتصال بالخبير العسكري مارون توفيق خريش وسنحاود الاتصال به ولكن أذكركم بالخبر الذي كان قد أعلنه منذ قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي أعلن أنه تم مقتل حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني الذي كان موجود في الممنى الذي تم السيدافه في الضحية الجنوبية في بيروت وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا مقتله في بيان خاص وقال إن زعيم حزب الله اللبناني قتل في الغارة الجوية الدقيقة والتي استدف بها اجتماعا لقادة حزب الله في مقره بالضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائد الجبهة الجنوبية لحزب الله علي كاركي بالإضافة إلى عدد آخر من قادة حزب الله وقال مصدر مقرب من حزب الله إن الاتصال فقد بحسب نصر الله وذلك منذ مساء الجمعة لكنه لم يؤكد مقتله بعد وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت استشهاد ستة أشخاص وإصابة واحد وتسعين آخرين في هذه الغارة والتي أدت إلى تسوية ستة مباني سكنية بالأرض ويعد نصر الله هو الزعيم التاريخي لحزب الله حيث قد تزعم الحزب لأكثر من ثلاثة عقود ما زلنا معكم مشاهدين في هذه التغطية الحية والتي نتحدث فيها عن الأنباء التي أوردها الجيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له عن مقتل حسن نصر الله قائد حزب الله في الغارة الإسرائيلية التي تمت بالأمس وعاد إلينا أركن المتقاعد مارون توفيق أرحب بك سيد مارون مرة أخرى وأريد أن أعلم منك كيف ترى آثار هذه الغارة والتي يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها أدت إلى مقتل حسن نصر الله الزعيم حزب الله في جنوب بيروت هذا عمل إجرامي كبير غير مسبوق في التاريخ ويشبه مقتل فرديناندو الولي عدل نمسا قبل الحرب العالمية الأولى إلا إذا كانت القوى الإقليمية والدولية قد تخلت عن لبنان وتخلت عن حزب الله أعني إيران تخلت عن حزب الله أرى أن هناك صعوبة أصبح هناك صعوبة بإجراء اتصالات أو مباحثات لوقف اطلاق النار أو وقف العمليات العسكرية بين لبنان وإسرائيل هذا العمل الإجرامي يثبت أن إسرائيل ليس هدفها إعادة النازحين إلى شمال إسرائيل إنما القضاء على كل صوت معارض لهذا الجسم الكيان الغاصب المزروع في جسد الأمة العربية في المنطقة وفي العالم حتى في العالم كيف الآن ستكون المباحثات بين إسرائيل ولبنان والأمم المتحدة وكيف ستتعامل الدول الآن مع إسرائيل بعد هذا العمل الإجرامي الكبير إنه قتل لكل أمل بالسلام في الشرق الأوسط أنا أرى أن أصبح من الصعوبة إجراء مباحثات وأصبح من الصعوبة أن نقنع محبي وتابعي السيد حسن نصر الله في لبنان وفي الخارج أن يسكتوا عن هذه الجريمة الكبيرة وننتظر موقفا من حزب الله وننتظر من سيخلف سيد حسن نصر الله دعني أتوقف هنا للحظات حيث أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه من المرجح أن هاشم صفي الدين الزعيم المحتمل لحزب الله لم يقتل في الهجوم على مقر الحزب في الضحية الجنوبية لبيروت أعود إليك مرة أخرى سيادة العميد الركن المتقاعد مارون توفيق بعد هذا النبأ العاجل ودعني أسألك أنت ذكرت ما يقوله بعض المحليين من أن إيران ربما تكون قد تخلت عن حزب الله هل تعتقد أن إيران بالفعل من الممكن أن تتخلى عن حزب الله وهو يعني لعقد صفقة مع إسرائيل وهل إذا حدث ذلك هي تأمن يعني أن تنفذ إسرائيل أي صفقات عقدت معها إذا كان ذلك قد حدث الصفقة سيدي ليست مع إسرائيل الصفقة هي مع أمريكا وتعلمون المباحثات على خلفية الملف الإيراني الملف النووي الإيراني هذا هو هذا هو الأصل وليس الأصل شيء آخر يعني إيران تريد أن تحافظ على مكتسباتها وعلى تقدمها في جميع الميادين وخصوصا في الملف النووي وتأمل أن تحصل على السلاح النووي قريبا وعندها لكل حادث حديث تقول إيران هذا غريب الموقف الموقف غريب كيف كيف الولي الفقه يتخلى عن جندي من جنوده الذي يصرح يعني الشيء الذي يصرح به دائما الأمين العام لحزب الله السيد حسن صلى الله يصرح أنه جندي في ولاية الفقه ينفذ ويأتمر وإلى آخره بما هي الحكمة من هذا التصرف عندما يعني يعلق حزب الله في الشبك عندما في الشبك ولم يستطع الآن بصعوبة أنا لا أرى أفق بقيام حزب الله بأي عمل عسكري ضد إسرائيل كان الأمين العام يقول أن ليس فقط مئة ألف لبناني سينفذون هجومات على شمال إسرائيل وإنما مئات الألاف من المتطوعين من إيران ومن العراق ومن سوريا ومن الضفة الغربية حتى ليساندوا حزب الله فإذا به يترك وحيدا يترك وحيدا ومن هو يعني المدير الأوركسترا هو الرئيس الإيراني الجديد الآن الذي يصرح دائما أنه ليس بوارد إيران أن تدخل بحرب أي دولة نعم بشكرك شكرا جزيلا كنت معي من بيروت العميد الركن المتقاعد مارون توفيق خريش الخبير العسكري كنت معنا من بيروت قال مصدر مقرب من حزب الله اللبناني أنه قد فقد الاتصال بحسن نصر الله الأمين العام للحزب منذ مساء أمس لكنه لم يؤكد مقتله ويأتي ذلك بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حسن نصر الله قتل في الغارة التي استدفت مقر قيادة حزب الله في ضحية بيروت الجنوبية من ناحية أخرى طبعا توعد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بالوصول إلى كل من يهدد المدنيين الإسرائيليين وقال أنه لم يستنفد كل الوسائل التي في متناولة وذلك بعد أن أعلن مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الغارة العنيفة على ضحية بيروت الجنوبية ورئيس إذن الأركان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلية توعد بالوصول إلى كل من يهدد إسرائيل بعد أعلان إسرائيل مقتل زعيم حزب الله كذلك أعلن حزب الله من جانبه صباح اليوم قصف منطقة كابري في شمال إسرائيل بصالية من صواريخ فادي واحد في أول هجوم تبنى بعد الغارات العنيفة التي طالت معقله في ضحية بيروت الجنوبية كما أصدر حزب الله بيانا قال فيه إنه قصف بعشرات الصواريخ مدينة طبرية الواقعة بشمال فلسطين المحتلة وقال حزب الله إنه قصف مدينة طبرية وأنه قام بهذا القصف ردا على غارات إسرائيلية كثيفة استهدفت بلدات عدة بجنوب لبنان وشرقه إذن مشاهدين كانت هذه تغطية لما حدث في لبنان وإعلان جيش احتلال إسرائيلي مقتل حسن نصر الله من جانبه ولكن هذا الإعلان من جانب جيش احتلال إسرائيلي لم يؤكده بعد حزب الله ولكنه قال إنه فقد الاتصال بقائد حزب الله منذ ذلك التوقيت وإذن متابعتنا مستمرة معكم دائما على شاشة قناة النيل للأخبار بعد قليل تلتقون ونشرة إخبارية شاملة ومزيد من المتابعات ابقوا معنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة